فيما قتل حوالي 30 شخصا جراء المواجهات في أوكرانيا بين القوات الحكومية والمتمردين شرقية البلاد اتهمت روسيا المدفعية الأوكرانية بإطلاق نيران مدفعيتها على أراضيها ما أدى إلى مقتل مدني وتنفي الحكومة الأوكرانية ذلك ويقول متحدث باسم الأمن الوطني لدينا أمثلة عدة لإرهابيين قاموا بإطلاق النار بشكل استفزازي وشمل ذلك التراب الروسي ذاته وبعد ذلك يتهمون القوات الأوكرانية وتنفي الحكومة الأوكرانية أي مسؤولية لها في إطلاق النار متهمة الانفصاليين بإثارة تدخل عسكري روسي لفائدتهم وهذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها ضحايا في الجانب الروسي تقول هذه المرأة كنت جالسة على فراش عندما وقع الانفجار الأول ويبدو أن الانفجار الثاني أصابني وشأنها شأن ألمانيا تقول روسيا إن الوضع يتجه إلى تدهور وإنه ينبغي لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا أن تستأنفى عملها وهي مؤلفة من روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة